مرة ثانية أهلا بحضراتكم وإحنا كنا نتكلم في فوق الفاصل الحقيقة جاءت سيرة المنتخب والأداء بتاع المنتخب في بطولة كاس العرب وكان يهمني الحقيقة برضو يعني طبعا الحدث الأهم واخدنا شوية بس برضو في وجود كابتن أشرف وكابتن أحمد يهمها نسمع عن طبعاتهم كده عن أداء المنتخب في بطولة كاس العرب وهل شايف أنه المستوى اللي ظهر بيه اختراعات أو ابتكارات مستر كالوس كيروش مع لعبتنا تحديدا يعني ممكن نيكوليا تأثير في ماتش بكرة أو للكاس العرب بطولة أو قصة وانتهت بالنسبة للعبتنا لا في الحقيقة يعني الانطبعات سيئة جدا يعني أنا مستقل جدا جدا حقيقة من مستر كيروش لأنه في حاجات بديهية يعني في كرة الخدم في حاجات بديهية يعني ما فيهاش ما فيهاش افتكاسات ولا اختراعات زي ما انت قلت يا أحمد ولا يعني كرة الخدم فيها آه فيها ممكن واحد يخرج شوية عن الطبيعي لعب يعني فتلاقيه تقلق بشكل كبير جدا عند الطبيعي ولكن المدير الفني مثلا بنكلم عن بيت سومسوميني مثلا أو كابت حسن شحاته أو أي حد من المديرين الفنيين اللي بنكلم عنهم بيشتغلوا بطريقة طبيعية توظيف اللاعبين حاجة بديهية جدا يعني لما يبقى عندي مثلا أحمد عيدل أنا عارف امكانيات أحمد عيدل إيه؟ عارف يقدر يأدي لي الدور إزاي؟ ما ينفعش أوظفه في مكان تاني تماما وأدي له دور مختلف عن الدور اللي بيأديه طول الوقت فدي حاجات بديهية في كرة خدمة ومن حقك برضو خلينا نقول كابتا ناشر من حقك تجرب بس إذا أثبتت التجربة فشلها عليك أنك إنت يعني ترجع عنها ما يبقاش فيه إسرارة على إسرارة كان مستر مانجو زي كان عيندي بشكل كبير جدا جدا رغم من قراراته كانت ولكن كانت الظروف كلها مهيئة أنه يعند وإنجح هو قادر على ده يعني لأنه عنده البدايل كتيرة جدا يقدر يعني يألف زي ما بنقول يعني مورينيو على مستوى العالم نفس الكلام بتكلم على مين مدارك فينجادا كان نفس الكلام عنده نفس العند ده ولكن ما ينفعش بعندي منتخب مصر بطولة قوية جدا داخلها يعني بعد عشر تيام ولا عشرين يوم مفترض أني بجاهز لعيبتي بشكل كبير جدا جدا في بطولة مهمة زي بطولة عرب مشايف أنها بطولة قوية صحيح فيها معظمها المحليين ولكن كانت بطولة قوية تقدر تجاهز فيها لعبها كويسة جدا قدرت تخرج مثلا بلاعب أو اثنين زي أحمد رفعت حسين فيصل ممكن يكمله مع منتخب مصر إن شاء الله الفترة جاي حسين بر حسين برد حسين برد عمر كميل عمر كميل طبعا ولكن كان لابد أن يستفيد يعني مش طبيعي اللي حصل في بطولة كاس العرب من ميستر كيروش لا التغييرات سليمة ولا بداية المباراة في التشكيل سليمة ولا الكاتشانة داخل المنعب الكوتش خلي بالك مش بس أو المدير الفني مش بس هم بالعكس اختيارات بس يعني كاتشانة اللي كان معانها مع بيتس ومسوماني أنه أثناء المباراة بيشوف الأخطاء فين سلبيات يقدر يشتغل عليها الإجابيات الفري المونيفس يقدر يقفلها ده ما بيحصلش عن ميستر كيروش الحقيقة فيه أخطاء كتيرة جدا 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 أنا شخصيا أتمنى أن يكون فيه قرار برحيله ووجود مدير فني قدم خلي بقالك أنا دايما مع الاستقرار صعب جدا في التوقيت ده كابتن عشق أعتقد أنك عمرك ما سمعتني بتكلم عن أن مدير فني يرحل في توقيت ولكن أثناء يعني أثناء أن ما أنت ميشي ولكن التوقيت ده أعتقد أنه صعب جدا جدا كيروش بهذه الافتكاسات اللي بيعملها في منتخب مصر وكما أن منتخب مصر نقدر نحق حاجة في بطولة أمم أفريقيا خاصة أنه عندنا بطولة أفريقيا وراها على طول في شهر ثلاثة المباراتين الفصلتين لكاس العالم فأنت بتتكلم في مرحلة حاسمة جدا 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 لمنتخب مصر الفترة اللي جاية لو ما كانش في حد عنده الهدوء وعنده الاختيارات السليمة وعنده أنه يقدر يكتشن داخل الملعب أو يقدر يتعامل داخل الملعب بهدوء وبثقة كبيرة جدا في لعابته لا يعني أعتقد أن المواضيع صعبة جدا جدا لحياة مع مستر كيروش أنا أتمنى شخصيا أنه يرحل في عزة التوقيت ويكون في مدير فني أجنبي أو مصري يقدر يتعامل لفترة اللي جاية مع منتخب مصر بحيث أن نقدر نحاول بإذن الله تعالى أن بطولة أفريقيا نوصل فيها لأبعد مسافة أو على أقل إن شاء الله يعني إن شاء الله نوصل لفينة حتى يعني ونوصل اللي كاس علم إن شاء الله في المباراتين فاصلتين أحبت طمينك غالبا يعني مستر كيروش مكمل افتكاسي لعنى غيرات غريبة جدا لحياة